اشتركوا في القناة وكذاك وخير وكالمستحيل وكل ما بها من نعمة وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل تشكر بالقلب أحيانا تحفظ وتحلل اختبار وأنت في نفسك غير الله ما في مثلي وأنا تعبت واشتهدت وصنعت حتى خفت الدرجة الكاملة باللسان شكر باللسان يسألك إنسان ها كيف حصلت على هذا المال على السيارة على كذا قال بجدي واشتهادي وأنا محقوق به تعبت على علم من الله أني له أهل هذا كله به شيء ماذا يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر باللسان وأما بنعمة ربك فحدث تذلل لسانك بشغل المنعمة المتفضل كيف حالك؟ الحمد لله كيف تيت لهذه الدورة بفضل الله ما سبب نجاح الدورة؟ نعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله ولئن شكرتم لأزيدنكم ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني وكريم بالجوارح يسخر هذه الجوارح في شكرا منع وكل نعمة بحسبها أنعم الله على إنسان بنعمة المال ينفق هذا المال في طاعة الله وإذا أنفق هذا المال في معصية الله نعمة كفرها أنعم الله عليه بنعمة العلم تعلم الأصول الثلاثة ماذا يصنع؟ يعمل ثم يدعو جاء إليه إنسان وقال أريد أن تبين لي أنواع التوحيد الثلاثة ومعنى لا إله إلا الله وأركان الإسلام وأركان الإيمان يتركه وهو قد درس وتعلم وموقي من هذه الأمور مئة بالمئة نعمة كفرها نعمة البصر أنعم الله عليه بنعمة البصر ينظر فيما حرم الله نعمة كفرها أنعم الله عليه بنعمة كفيرة السمع والبصر والكلام لا يخطو خطوة إلا في مرضات الله كل نعمة قلنا بحسبها من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون القصص إلا نادرة ويذكرون القصص للاستئناس لا للاحتجاج وأهل البعض ليذكرون القصص للاحتجاج ثم أن أهل السنة والجماعة يجعلون العمدة الأدلة من كتاب السنة فلا مانع أحيانا من ذكر بعض القصص ابن جوزي عاف الله عنه وعنه يقول أن الكلب جاء إلى الأسد الكلب جاء إلى الأسد وقال يا ملك السبع يا ملك السبع يعني هو هو الرئيس فقال يا ملك السبع إن اسمي هذا خسيس اسم الكلب اسم خسيس لا يصبح لي أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كذا وكذا فأبى الأسد على الكلب وقال لا إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب فأصر الكلب وقال لا تغير لي هذا الاسم فعندما يعني أكثر من الإلحاح قال اسمع خذ هذه القطعة من اللحن واحفظها لي إلى الفجر فقال الكلب والله إن هذا الاختبار اختبار سهل فأخذ القطعة ومشى رجع إلى المكان الذي يأوي إليه وأخذ طيلة الليل يفكر جوع وكل وأسد وكذا وكذا يفكر وبرد حتى قرب الفجر فعندما قرب الفجر اشتد عليه الجوع فقال والله إن اسم الكلب اسم حسن وأكل اللحم الشاهد من القصة أن الذي يصبر عن المحرمات فهذا رضي بالعزة أسد والذي لا يصبر عن المحرمات رضي بالخصة وأنت تحكم على نفسك إذا خرجت مرت مرأة أو كذا تختار لنفسك كلم أو أسد تعسي الله بنعم الله تعسي الله بمرأة من الله كيف لكن قد يقول قائل كيف الخلاص من هذه الأمور من هذه الفتن الأول الالتجاء إلى الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم مخلصين تتعلم التوحيد وترتجع إلى الله الثاني تدعو الله وإلا تصرف عني كإذا هن أصب إليهن وكن من الجاهلين اللهم أكفني أكفني بحلامك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يحيى قيون برحمتك أستغيث وغير هذا من الأدعي الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام ومعنى الصيام هنا في الحديث إن له وجاء أي أن يقلل أيضا من الأكل والشرب الكلام لا يتكلم في هذا الباب أبدا في أي باب في باب النساء لا يتكلم في هذا الباب إطلاقا يغلق هذا الباب حتى وإن كان أحيانا من باب الوعظ على ما سيأتي معنا كذلك كذلك الرفق الصالح التي تذكروا بالله وهناك من الرفق من يتكلم فهؤلاء الذين يتكلمون في شأن النساء هذا لا يتكلم معهم زيارة القبور لماذا؟ أي زيارة؟ الزيارة الشرعية لماذا؟ زيارة القبور تكون علاج قال لأن زيارة القبور تذكر الآخرة اذهب إلى الزيارة الشرعية وعندما تخرج ويقدر تجد أنك ما تنظر صحيح؟ ولا تفكر لأنك تتذكر الآخرة كذلك لا تأتي الأماكن التي فيها منكرات وفيها نساء نعم غض البصر إن استطعت أن تتزوج فلله الحمد وإن لم تستطع لا تفتح هذا الباب يعني بعض الناس مثل هذا الأخ هو يعرف الآن أنه ما تتزوج اليوم ولا بعد سنة إلا أن يشأ الله فماذا يصنع؟ يبدأ يتكلم ما يمكن ولا يفتح هذا الباب على نفسه أصلا أيضا من العلاج أن الإنسان لا يعني يكون في البيت منفرد لأنه في الغالب لأنه بعض الناس اتكلم بعض المنكرات والمعاصب إذا كان منفرداً في البيت وليس معه أحد كذلك يعني تقتل الأوقات بماذا؟ بالعلم لأن الفراغ إشكال والخلوة إشكال والشيطان واسوز فماذا تصنع؟ لا تدخل إلى البيت إلا أنت منهك تريد النوم كذلك تقطع هذه الأمور الانترنت والدخول على هذه القنوات إلا عند الضرورة وعند الضرورة ماذا تصنع؟ إذا أردت أن تفتح الحاسد يعني الكمبيوتر تفتحه في مكان في البيت يتطلع عليه كل نعم وغير هذا لا تقرب الحاسد أصلا يعني بعض العلماء يقول أن طلب العلم يكون بمجرسة العلماء وماذا في الانترنت؟ لا وجد شيء إلا يعني ما يتعلق ببعض المعاهد وكذا ممكن لكن تضع الكمبيوتر في مكان واضح يراك الناس أيضا ما ذكرناه من غض البصر والكلام والسماع والمشي يخرج إذا أراد أن يخرج إلى النساء وكذا يخرج في أوقات ليس فيها أحد ولا أخرج إلى أماكن المنكرات وأماكن الله وأماكن كذا ويستطيع والله أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يهتسك أخوانا هذا المساء المهمة تذكر أنك على طريقة السلف كيف تكون على طريقة السلف وتريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك في العلم والله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله فتنة عظيمة فتنة النساء فكيف يعني أنت أيضا تعجب بكافرة بل أن بعض ناس حدان الله وإياه يجمع بين أتيام المعصي والنظر ثم يجاهل يقول رأيت اليوم كذا وكذا يجمع بين هذا وهذا وهو مفتون في نفسه ويريد فتنة الآخرين يأتي لهذا قال والله ما استطعت أنا أحظر في الدورة هنا أفتح الكتاب أراها أمامي طيب يا أخي أنت عندك إشكال يا خطرك الطلاب في طلب العلم لماذا تفتح لنا هذا الباب ثم لو يعني كانت هذه الدورة الله أعلم أنه لو كانت هذه الدورة في كتاب النكاح لكان الحضور أكثر أنا أعرف هذا وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان كلا ابن القيم رحمه الله فلواحد لله كن واحدا في قصدك في واحد طريق السلف أعني طريق الحق والإيمان نحن ننظر في حال بعض الناس أنه يبحث لتحقيق هدف واحد وهو النكاح وياسع 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 وأتزوج بإذن الله هدف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ما هو تحقيق العبادة وكل شيء جاء على ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فانتجعل هدفك فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق تأتي الزوجة ويأتي الأولاد ويأتي كل شيء وكما ذكرنا لكم إن الشيخ بن عثمية رحمة الله تعالى في أول طلبة للعلم وقت الصغر كان الأولاد يلعب وكان الشيخ بن عثمية رحمة الله تعالى يأتي للدرس يقول لي هذا كنا نلعب ونخرج إلى التجارة وكذا وكنا نظن هذا هو الخير لنا التجارة وكذا الشيخ بن عثمية رحمة الله تعالى يقول كبر وكبرنا الشيخ بن عظيمة رحمه الله تعالى حصل جاه وزوجه والأولاد نسأل الله سبحانه وتعالى له جنة ونحن يقول ما حصلنا شيء لا جاه ولا غيره سعينا وراء الدنيا واصدر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيرة دون وجهه ولا تعد عينك عنهم تليج زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أخفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرق تغض البصر وتتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قال ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا ترك شيئا لله وظن أن الله سبحانه وتعالى لم يعوض هذا خيرا منه فقد ظن بالله ظن السوء ثم أخواننا لابد أن نتعاون في هذا الباب كنتم خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وأنت تعرف أنه في هذه الأيام كل ما يعني يغلق الحريصين أبواب يفتح هؤلاء ملايين الأبواب للشر فماذا تصل طوبة للغرباء زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نساء يوجد يوجد كذا وكذا وسائل لهم صحابة رضو الله عليهم حققوا الإيمان بالله قضى البصر وحفظ الفروج وما إلى ذلك قوم اختارهم الله لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكلما زادت الفتن زاد الأجر نعم فأخواننا هذا الباب مهم كيف تعص الله بنعم الله كيف تريد أن الله يفتح عليك وانت تعصي لكن إن وقع شيء من المعصية سيأتي معنا إذا أذنب استغفر لا يقنط من رحمة الله لأن الشيطان قد يلبس عليك يقول سمعت الكلام وأنت تصنع كذا وكذا وكذا أترك العلم أترك كل شيء لا إن الحسنات يذهبنا السيئات الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر لكن إذا أذنب استغفر قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن النعم ابتلاء تحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره وبعد أن تأتي شكر بالقلب وباللسان وبالجوال وتذكر قصة الكلب والأسد وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة بعد هذا قال إذا ابتلي صبر الناس انقسموا عند المصيبة إلى أربعة أقسام متسخد وصابر وراضي وشاكر كم قسم كم قسم أوبه انقسم الناس عند المصيبة إلى أربعة أقسام متسخد وصابر وراضي وشاكر التسخد كبير من كبائر الذنوب وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشركة الأسر أن فيه اعتراض على باب القضاء القدر يتسخد بماذا؟ بقلبه وبلسانه وبجوارحه يتسخد بقلبه يقول ابن القيم أن بعض الناس يعني بقلبه يقول ظلامني ربي ومنعني ما أستحق لماذا فلان يأخذ جائزة وأنا لا أأخذ لماذا فلان إمام وأنا أحق بالإمامة لماذا فلان قبل في الجامعة الإسلامية وأنا لم أقبل تسخد بالقلب باللسان أف يا لهوي يا ويلتا يسب يلعن بالجوارح يضرب يشق الجيوب ينتفى الشعور يلطل أو يكسر هذا تسخد بالجوارح حكمة تسخد قلنا كبيرة وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشركة الأصر لأنه فيه اعتراض على باب القضاء القدر الثاني الصبر حكم الصبر واجب بإجماع الأمة حكم الصبر واجب بإجماع الأمة الصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل إنما يوفى الصابرون أجرهم قال بغير حساب وبشر صابره وما يلقاها إلا الذين صبه والآية في الصبر كثيرة يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه مر لكن عواقب هذا الصبر أحلى من العسل الثالث رابي وحكم الرضا مستحب الرابع أعلى المراتب أحب وأحب شاكر وقد هذا كما يقول ابن القيم وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الرجل يقول قد يستفيد الإنسان حال المصيبة أكثر من استفادة حال السراء نعم لأن حال المصيبة في الغالب تجده يلتج إلى الله ويدعب ويخلص وكذا أما حال السراء وقليل معبادي الشكور بعد هذا قال وإذا أدنى مستغفر ذكرنا فإن هذه الثلاث عنوان السعادة لو تبحث في أحوال الناس تجد أن الناس في الغالب لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث سراء شاكر ضراء صابر عند المعصية مستغفر هذا السعيد ولذلك أخوانا السعادة الحقيقية قلنا في طاعة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معشفا ضنكا إن الباطلة كان زهوقة فهذه الأمور هي عنوان السعادة وفي الحقيقة هذه المقدمة التي ذكرها الإمام محمد بن عبداللهاب رحمه الله تعالى هي من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وهذا فيه أن علماء السلب يأخذوا من المتقدمين من السلب وعلى هذا ساره فيجب أن نسير على ما ساره عليه مفهوم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار يعني عشر دقائق أو ربع ساعة ثم يعني نكمل إن شاء الله ماذا أخذنا أنا ما أريد هؤلاء اللي أشاركوا داعهم أريد غيرهم ها أخواننا في الخل نعم نعم يا أخي أنت أنت يا أخي أي أن البركة لا تطلب إلا من الله البركة لا تطلب إلا من الله نعم طيب نعم أخذنا أن الأسوء أن القواعد الأربع يملخص بي أن القواعد الأربع خلاصة لكتاب كشف الشبهات لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا نعم آخر نعم لا نصيحة العلماء وأنه قد يقرأ الإنسان في كتاب كشف الشبهات وتقع في قلب شبه فإذا درس كتاب التوحيد يستطيع بإذن الله أن يرد على الشبه وكذلك قلنا ما ذكر الشيخ بن عثمي رحمه الله تعالى في القراءة في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحاب يرى الشيخ بن عثمي رحمه الله تعالى تحريم القراءة في هذا الكتب مع أنها مؤلفة من أهل السنة والجماعة فتح الله عليه نعم أقسم عند المصيبة أقسم عند المصيبة طيب لا قبل هذا نريد لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس القواعد الأربع تعرف نصيحة العلماء والمؤلف رحمه الله تعالى كتب لنا هذه الرسالة حتى نستطيع بهذا القواعد الأربع أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشب في زماننا وهي في الحقيقة خلاصة لكتاب كشف الشبه تفضل فارشة الأصول القواعد الأربع نعم قسمت على ثلاثة أقصى نعم الأولى المقدمة المقدمة وفيها يعني عنوان السعادة الثاني في ماذا ندرس التوحيد وقلنا نركز على هذا الباب الثالثا القواعد الأربع القواعد الأربع فتح الله عنه من هم أولياء الله نعم نعم الدليل الآي قال شيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقي كان لله ولي ولا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطة فتح الله عليك أيضا أخذنا ما يتعلق بالنعمة هل النعمة ابتلاء مع الدليل نعم نعم ابتلاء الدليل الدليل قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليغلوني أشكر أم أكثر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم طيب ماذا تصنع عرفت أن نعم ابتلاء ماذا تصنع ماذا تصنع نصف العلم لا أدري تفضل فتح الله نعم أجلس نعم أصبع نعم أصبع أجلس نعم أشكر الله أجلس نعم أتعلق من الله أولا قلنا قبل أن تأتي النعمة لابد من تعلق بالله لا بغيره لا بوزراء أمراء علماء حكام لجنة كذا أبد وتوكل واتتوك على حل إذن النعمة لابد لها من تعلق قبل أن تأتي وبعد أن تأتي شكر بالقلب وباللسان وبالجوارح بالقلب اعتراف وإقرار باللسان وما بنعمة ربك فحده بالجوارح أن تصرف في طاعة المنعمة وكل نعمة بحسبها تعلم الطالب قلنا الآن وعرف أمور مهمة ماذا يصنع تعلمها الناس وإن لم يعلم نعمة كفرها دخل رجل إلى هذا المكان وقال يا أخي ترجمة نانسي قنقر